السلام عليكم ورحمة الله متابعينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم من حوالي شهر فات تقريبا انا كنت ضيف في احد البرامج في التلفزيون الجزائري وفي اثناء اللقاء اتكلمت عن دور جهاز الشرطة في الجزائر وحسن معاملة المواطن داخل اقسام الشرطة في الجزائر وعن مستوى الخدمة المقدمة وجودتها للمواطن داخل اقسام الشرطة وده حقيقة طبعا بنأكد عليها دايما كلامي كان فيه اشارة على استحياء لاننا بنتمنى ان احنا نصل لاعلى مستويات من الجودة ومن حسن المعاملة المواطنين داخل اقسام الشرطة عندنا في مصر ومن حوالي كم يوم فاتوا تبعت على جهاز التلفزيون من خلال جهاز التلفزيون زيارة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح اسيسي لديوان اسم شرطة مدينة نصر اول وفيه خلال اللقاء توقفت عند اكتر من مشهد من خلال متابعتي للزيارة السيد الرئيس الجمهورية لديوان اسم الشرطة فحبيت ان انا اتكلم عليهم لان احنا دايما زي ما بنتكلم لو في حاجة سلبية او في حاجة مش عاجبانة بنتكلم عليها فبنتكلم على الايجابيات برضو لان احنا في الاساس لسنا دعاة هدم ولكن انا دعاة بناء وبنشير دايما للايجابيات زي ما بنتكلم على اي حاجة سلبية ولما بنتكلم على الايجابيات بنتكلم بدون مبالغة لم نصل بها الى حد التهويل او التطبيل هنرجع لزيارة السيد الرئيس الجمهورية والمشاهد اللي اتوقفت عندها في زيارة فخامتو لديوان اسم شرطة مدينة نصر اول ولخصها في ثلاث مشاهد المشاهد الاول هو مشاهد زيارة رئيس الجمهورية لاسم شرطة بكامل قوته وبكامل سلاحه في زيارة مفاجأة دون ترتيبات او دون تنسيئات حطوة انا في اعتقادي لا يقوم بها رئيس جمهورية في مصر الا اذا كان رئيس جمهورية من خلفية عسكرية رئيس جمهورية كان في السابق يرؤس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع الجهاز اللي انا اتشرفته كان لي الشرف ان انا اتحق به لمدة سنتين اثناء تأدية الخدمة العسكرية وكلنا لا ينكر دور جهاز المخابرات الحربية في حفظ الامن وفي الخروج بالبلد الى بر الامان ودور جهاز المخابرات الحربية لا ينكره احد في الفترة السابقة دي كلها المشهد الثاني اللي انا اتوقفت عنده هو مشهد التجديد الشامل اللي انا شفته في الانشاءات وفي المرافق وفي المباني والاجهزة والمعدات الحديثة اللي هي داخل اقسام الشرطة جبعا ان كان ده بالنسبالي ليس هو المهم الاول المهم الاول بالنسبالي وبالنسبة لمواطن العادي هو مستوى الخدمة المقدم له داخل الاسم الشرطة والمعاملة الحسنة اللي بيتلقها المواطن داخل الاسم فهذا هو ما يعني المواطن بالدرجة الاولى قبل الانشاءات وقبل كل شيء وده اللي احنا اتأكدنا منه وشفناه في المشهد التالت المشهد التالت وهو مشهد لقاء السيد رئيس الجمهورية مع النقيب الاء حامد رئيس وحدة هو الانسان داخل ديوان اسم شرطة مدينة نصر والمكلفة باستقبال ومتابعة الحالات الخاصة لزوي الهمم وكبار السن وتيسير اجراءاتهم وتسهيل مهماتهم داخل ديوان الاسم والمكلفة ايضا بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها من خلال البريد الاركتروني او الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وهذا يدل على تطور وعلى خطوات جدية في تطور جهاز الشرطة متابعة السيد رئيس الجمهورية ودي كلها حاجات بتساعدنا وبنفخر بيها امور ايجابية بنشير لها وبنتمنى المزيد ان شاء الله ده كان ملخص لمتابعتنا وقرائتنا لمشاهد زيارة رئيس الجمهورية لديوان اسم شرطة مدينة نصر اول بنشكركم على متابعتكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله